اشتركوا في القناة والله ما أبالي لو أن حبة الشعير بدينار علي أن أعبده كما أمرني وعليه أن يرزقني كما وعدني علي أن أعبده كما أمرني وعليه أن يرزقني كما وعدني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أستر واغمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للققوة لما تنزل قول الله جلت بعلاء على النبي صلى الله عليه وسلم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكية يقول يا جبريل تضيع أمة الصلاة يا جبريل تضيع أمة الصلاة قال يا محمد يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل تضيعت الصلاة وارتكبت المحرمات كيف تستقيم الحال وكيف يتضب المجتمع على الفضيلة إن لم يحافظ على الصلاة أليست الصلاة هي التي تنهان عن الغواحش والمنكرات أليست الصلاة هي التي تنهان عن الغواحش والمنكرات يكذن أمرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر الصلاة عند الله أما يكفيك أن الله افترضها فوق السماوات أما يكفيك أن تعلم من قدر الصلاة وعظم شأنها عند الله أنها فرضت فوق سبع سماوات فقوى بالغفق الأعلى الدنافة تدلى فكان قاب قوسين أو أدرى فأوحى إلى عبده ما أوحى أمره بخمسين صلاة فلا دال يخفف عنا حتى جعلت خمس صلوات بأجر خمسين خمس صلوات بأجر خمسين الصلاة نور كيف تستطيع أن تسير في الظلمات كثير يتخبطون كثير يشتكون من الهموم والغموم علاجهم الإنضمام إلى صفوف المصلين مآسي الشباب في كل مفعال وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن انضموا في صفوف المصلين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر